أهلاً بحضراتكم بعد الفاصل. مهر، سأقول لك على تاريخ. مش عارفت التفاكر. أربعة إبريل سنة ستة وسبعين سبعة وسبعين. فاكر التاريخ كان إيه؟ مباراة مونشنجلات بخ. مونشنجلات بخ. تلعابة المباراة دي إزاي؟ بص كابت المصطفى، يوم الأربع، تلعينة الأربع، كابت المصطفى يونس تأخر عن التدريب. مستر هدوكوتي خاد قرار أنني ألعب مونشنجلات بخ. كانت مفاجأة. قالك هو قبلها أو ما قالكش؟ لا، ما قالش. ما قالش. أنت حلمت بالمباراة دي أمان؟ لا، صعب جداً أنا كابتن. أنا كنت لسا أخذ أشواط. لكن ألعب بصفة أساسية. وموراها رسمية. بطل أوروبا جاي. واخد دوري وكاس. ومعه لعبة دولية بلعبه في منتخب ألمانيا. نعم. وكسبان الزمالك قبليها بثلاثة أربعة يام اثنين صفر. وبعدين إحنا المبراء يوم الجمعة. كابت المصطفى اللي كان يتفرج عليها في المرحلة دي تلتميتر ومت واحد. كابتني بتوع الناشئين. لكن الفرين الأول وإخواتي. الفرين الأول محدش يعرفني. يعني جمهرية النادي الأهلي ما يعرفوش مين ما رهما. نعم. وأخبالك. أما قالك يا دوكوتي. قالك إيه بقى قبل الماتش؟ أنا. يوم الخميس؟ هذا كان يوم الأربع. يوم الأربع. يوم الخميس التمارينة الخفيفة. وأخبالك. الحاجات السابتة وحاجات ديت. ويوم الجمعة. المحاضرة أنا فيها. محاضرة المباراة. أحطتك أساسي. أساسي. ما الذي يدر في ذهنك؟ أنا أعت في الغدى مصطفى عبدية الساعة 12. وأخبالك كابت فوق شعبان ليت وفوق كتافي. كابت فوق شعبان. الله رحمه. فقال لي كده يا ولد انت جاهز. أنا. قلت له كانت بصيت له كده. إن رجل ده مجنون. اللي جاهز إيه. قال لي انت عتلعب النهاردة. وإحنا عندنا نساكة فيك. مستر الدكوتي. وأنا. والكباتي من الكبار. فطبعا روح نصلينة. في الجامع. وبعدين. بعد الصلاة بنحضى نفسينا. وبدمشي عن الأستاذ. ركبت الباص لكابت المصطفى. وأنا يعني. طبعا. مخدود. جدا. ومش قادر. يعني. يعني. ليه كده بس. يعني. إختبار. أنت كنت تخاف المسؤولية. أوي. مع بداية مع الجيل ده. مسؤولية كبيرة. عاوز تثبت نفسك بأي صورة بالصور. وحزبت نفسي إذا لم يكن ينزل. ستساعدني. أنا. لوحدي. سيتصعب. اللي حوالي. كان ليه نظور كبير جدا. والمباراة دي. كابت المصطفى. الكابتن حسن حمدي. انت ركبت اليوتوبيس. ركبت اليوتوبيس. ورحينا على الأستاذ. واحنا دخلنا على الأستاذ الجمهور. اللي كان بره ملعب قدي لجوه من يوم مرة. ونسكت على العمدة. وانت نازل أرضية الملعب. هذه المباراة هي. لو في صورة للجمهور كمان يا جماعة. لو سمحتوا ممكن تجيبوها هنا. ده المباراة. ده أحمد عبدالباقي هوات العمل. ده الجول ده. ده الجول. ده أحمد عبدالباقي. ده أحمد عبدالباقي. ده الجمهور بتاعنا. مئة وثلاثين ألف يا كابتن مصافة. لو العمدة كمان حاجة كانت رهيبة. وانت داخل على الأستاذ ونزلت خلاص أرض الملعب. وانت فقط اللبس. هل في حوار حصل بينك وبين الكابتن حسن حمدي؟ أو بين الفرقة كلها؟ واحنا داخلين للأستاذ يا كابتن مصافة. أنا مرعوب من الناس اللي برا. زي ما انت قلت في مئة ألف برا أو مئة وثلاثين ألف برا. لما دخلت جوا وشوفت المنظر أتخضيت أكثر. قلت لأ ده العملية يعني. ده النهاردة فيها انتحار. يعني النهاردة فيها يتولد نجم. يتبطل. ينهي على مسارك كنت نسل وداتهاش. طبعا أكيد وأنا مبدأتش. فدور الكابتن بقى يا كابتن مصافة. شوف حسن حمدي. وبقى على الجنبي. بدأ يدينه الصحة. بدأ يدينه الصحة. قال لي النهاردة يا مهر. انت النهاردة هتبقى أحسن لاعب في الفرقة. أحسن لاعب في الفرقة يا كابتن بس. قال لي بص. احنا عندنا سقة كبيرة جدا فيك. واخبالك. أنا حبقى حواليك. أنا واحمد عبدالباقي وفاتح مبروك. ما تقلقشي. وبعدين هيبقى جمال عبدالعزيم قدامنا. ما تقلقشي. يعني هاتبقى سطارة ودامة. ما تقلقشي. والله اول مرة ارى كابتن مصافة. حسن حسن حر. اغطينا ويغطينا ويغطينا. عشان يطلق منظرك كوي. بالذبط. فعشان داي. اولا كابتن مصافة إننا بنسخن. أنا سمينات رجليك بشيلك. مش قادر. فهو حاسس بي. فبدأ يكلمي ثاني ثالث رابع لحد ما بدأت أفك يعني قال لي أول كرة حتى تلمس همار أقرب واحد يلعبها له ما تصعبش على نفسك وثاني كرة وثاني كرة هتلاقي الجيم بعد كده بالنسبة لك وده حصل شيء عادي سمحنا الله درجة ان حصل تغيير كانت نحن عبقى خطأ في الجول التاني فمستر دوكوتي رح مقاير أنا أول ما شفت مصطفى يونس جريت على برة عارف أن أنا هخرج فاللقيتم بقول لي لا لا مش أنت كنت هتلعبك أنا أحمل عبدالبائي باكرايل كان صعب عليك باكرايل بدا كمان أنا مش يعني ما بقلحش بفراء مش عادلتي بس أنت كمان يا كابتن مصطفى في الساعة الثانية لأنك أنت قدامي فأنت قلت لي إيه أنت استلم وديني بالضبط كده استلم وديني وقبلك وخليك ورايا على أساس أن أنا مرجعش أدافع أنا أو مرة دافع بالضبط أنا في الدفاع يعني آه كان مستر ريكوتي يقول لي ما تسقطش لحد نص الملعة فلما كابتن حسن حمدي تكلمني وكابتن أنور سلامة والله يرحمه صفت عبدالحليم فقالوا لي ما عليش نازم نقف نساعد ماهر لأنه لي مش عادلته وما كانش فيه حد احتياط لا ما فيش أنا بس فأول مرة أنا نزلت عملت تاكلنج في كورة أنا فاكر فحتى مستر ريكوتي قال لي إيه اللي أنت بتعمله ده ده بشعدتك دي بقى سمات النادي الأهلي الجميلة اللي إحنا تربينا عليها إن إحنا كل واحد فينا بيلعب للكيان نفسه بش لنفسه ولا الكلام ده بعد المباراة خلاص اتولد نجم جديد اسمه مير همان مين اللي بعد المباراة تقال لك إيه من مين يعني أنا فاكر كابتن مصطفى مجلة الأهلي كالتصة طلعة كتبت منشتة يعني يعني الناشئ العملاق الفرعون المصري الجديد بدأ يثبت وجوده يعني بعض الصحفين وبعض المعلقين يتكلموا بشكل كويس على الإعداء اللي قمت بيه عايز أقول لك كابتن مصطفى إن كانت مكافئة المباراة دي وكانت بردك بالنسبالي حاجة جبيرة جدا كانت تمانين جنيه تمانين جنيه يعني أنا رحت الحاج حلمي كان قدامي كابتن هاني فقمت بردك كده في رجل متاع دام سينما كايرو متاع بتاع حاسية مميزة يسموها 28 28 برافو عليك فالراجل ده كان يلابس كل النجوم وقته طبعاً أول ما مسكت التمانين جنيه دول رحت رايح جاري عليه واخد جوزين بقى كده واحد اسود واحد بني وظبطت نفسي هيأتي نفسك بقى هيأتي نفسي رحت اشتريت ساعة قرية انتكابت نوقتها كانت حاجة وثلاثين جنيه وروحت لجاء تقمينه فرتكت ثمانين جنيه بقى واخد لك عشي حاجة منهم دلوقتي طبعاً في الماتش ده بالذات الألمان طالبوا من الخطيب اللي احنا عرفنا اكتب بعد كده ان هم طالبوا ان الخطيب بيحترف في ألمانيا وان مجلس ادارة منشنجلاتباق طلت من كابتن صالح احتراف كابتن محمود الخطيب في منشنجلاتباق التفاصيل بقى طبعاً يعني افتكر ممكن يكون عند الكابتن صالح كان رد فعلا كابتن صالح عليك أنت ايه بعد الماتش ده هو كابتن صالح كابتن الخطيب يرد على أسئلة القراء مهر همام أحسن مدافع في مصر الآن كان خطيب باسم الخطيب كان عامل ازاي سعيد كابتن مصر وكابتن الناد الأهلي عايز أقول لك كابتن مصافة الكابتن صالح كان يقلوله على اتنين ماهر فيقل له مهر الصغير مهر الصغير طالح أفضل من مهر كبير فأنا فاكر الجملة دي كابتن صالح كان بيأسك فيها بشكل كبير جدا وعايز أقول لك كابتن مصافة اننا يعني كان ليا الشرف اننا لما جيت النادي كان كابتن صالح كان مدير كورة عليكم أيوة السبعينات وشوفتوا بقى وبيتعامل معاكم ازاي يعني بصراحة حاجة حاجة